أكد والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون أن الخدمات تمثل أولوية قصوى لحكومته باعتبار أن المحليات هي المرتكز الأساسي للمرحلة القادمة حيث اطمان الوالي على الأداة التنفيذي والإداري لمحليتين الخرطوم وجب الأولياء خلال زيارته لهما واستمع الوالي إلى تنوير قدمه معتمد الخرطوم معلنا جاهزية المحلية للعام الدراسي الجديد والتوسع في مراكز البيع المخفض والاهتمام بمعاشي المواطن في المقام الأول ووجه والي الخرطوم حكومته المحلية بتسريع الخطى في إكمال المشروعات المتعلقة بالطرق قافة ومعالجة كسورات الصرف الصحي والسطحي في ذات السياق قال والي الخرطوم خلال تفقده محلية جبل أولياء إن الشباب هم قادة تغيير وستجد قضاياهم الاهتمام وطرح فرصا لتشغيلهم ومشاركتهم في قضايا ولاية الخرطوم